صحفيان إسرائيليان صالا وجالا بحرية في الأراضي السورية وتحديدا في ريف إدلب بحماية الجيش السوري الحر بينما يتم خطف العرب والأجانب هذا ما بدى واضحا في الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة الثانية التجارية في التلفزيون الإسرائيلي مساء الاثنين والذي أعده مراسلها الإسرائيلي إيتي أنجال بمشاركة الصحفي الإسرائيلي أمير تيبون عن المعارضة السورية الصحفي الإسرائيلي كشف النقاب عن أنه دخل الأراضي السورية عن طريق الحدود مع تركيا وأنه خلافا لمرات سابقة دخل فيها إلى دول عربية مستعملا جواز سفره الأجنبي فإنه دخل إلى الأراضي السورية بمساعدة من قوى المعارضة التي أدخلته إلى بلاد الشام عن طريق مسرب يعرف باسم مسرب الهروب قبل كل شيء كنا نريد التعرف إليهم من هم هؤلاء الأشخاص الذين يفترض بهم انتقال السلطة إليهم بعد الأسد كيف يرون سوريا؟ كيف ينظرون إلينا نحن الإسرائيليين؟ وبالمناسبة التقينا بينهم عناصر كبار كانوا قد حاربون عام 1967 وعام 1973 ولفت الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إلى أنهم لا يخشون من عرض الصور في التلفزيون الإسرائيلي كما أنهم لم يعارضوا إجراء مقابلات مع صحفي إسرائيلي يعملوا للتلفزيون العبري في دولة الاحتلال بشار الأسد 2013 إن شاء الله ما نشوفه نحن ضد بشار الأسد ونظامه بس فقط المسيحي ما بنحكي معه اليهودي إذا بيجي لعندي أنا شارون بيخلي أنا ضد بشار هو حيني شارون الإسرائيلي إذا بيجي لعندي وبيخلي أنا يا أبو فادي ضد بشار هو حيني يشار إلى أن هذا القائد الذي استدعى شارون اسمه الحركي أبو فادي وقد طلب عدم الكشف عن وجهه وعن اسمه الحقيقي مبررا هذا الطلب بأنه ما زال مطلوبا للنظام الحاكم في دمشق ويخشى أن يتعرف عليه من خلال الفيلم